موسيقى أخيلاً جات لي فرصة مهم معك إنترفيو دي حاجة أنا مستنيع بقالي كتير قوي شرف ليه شرف ليه الكافيتانو الكافيتان خلاص فحاجة لزيزة جداً لقب الكافيتانو ده كان بيحط عليك ضغط فترة مفترات أكيد أوليه يعني أوليه ساميك كافيتانو عشان طبعاً شغيل شرط النادي الأهلي يعني فاللي شيل شرط النادي الأهلي ده طبعاً مسؤولية عظيمة يعني كبيرة جداً فبتحط ضغطات عليكي طبعاً لازم كل حاجة يمشي بالمسطرة في الملعب وبرا الملعب فعليك مسؤولية جوا الملعب وبرا ملعب فطبعاً كتبقى بتحط ضغطات عليك الأجواء هنا بقى جماهير وهتافات وموتشاط زي كل موتشاط اللي بتتلاعب دولي كاس كله إيه أكتر هتاف كنت بتحبه؟ الهتاف الشهير اللي هو حسامية غالي ما فيش غيره يعني كان الجمهور اللي هي دايماً حسامية غالي فطبعاً ده أشهر هتاف بحبه مين أكتر مدرب محلي بتحبه؟ يعني ما تدربتش معها بس كنت باسمع عنه طبعاً شوفت طريقة لعبه والديوة كان عايش بس عشان الكورة وعمل حاجات كثيرة للكورة كابتال محمود الجهري كان نفسك مرة معاه بس طبعاً ما حصل ليش الشرف يعني الله يرحمه بس باسمع عنه وشوفت طبعاً أسلوب لعبه برضو فبتعايدي ده من أحصل من مدربين محليين طبعاً انت من اللعيبة اللي عندها نيرف كده معين في الملعب معروفة ايه أكتر كلمة لما كان بتتقلك لو سواء من حد معاك حد معاك فريق معتقدش كانوا بيقولوا فريق خصم لو حد قال هيلك كنت ممكن تعرف اللي هو فجأة تتعصم أكثر حاجة كان بتموتني هو تعطيل اللعب وده في تضيع الوقت فدي كانت بتخرجني يعني شعوري تماماً منير حتى ما يتكلمني تضيع الوقت ده بالنسبة لي كان كرسي سواءً لو عمرنا ما عملنا كده كأهلي أو أولاي القوي لما عملناه ومش بالشكل في الفض الفضيع اللي بيحصل ده لكن تضيع الوقت بالنسبة لي والناس بتقع وتقعد كتير في الأرض بالملعب دي بالنسبة لي كانت كرسي عمره حصل ببقى موقف ان انت في لعب أو في ملعب سواء بقى خماسي وانت مع صحابك أو في ماتش لايت نفسك تنرفيز تقوي بعد كده بعد ما خلصت اللي هو إيه ده أنا خبرت موضوع أي موضوع كتش مستهل بعد ما محلص سكورة بعد ما مخلصت بيحصل بس ما راجعش نفسي يقوله إيه ده وكانتش مستهل لا بيحصل طبعاً لغد الوقتي بيحصل بنلعب خماسي وببقى نفس التنشنة ونفس الرغبة في الفوز ولو حد بيعمل حاجة مش مزبوطة بيبقى فيه ردة فعل ايه يعني ده نفس الشخصية يعني في الكرة في الكرة تحديداً يعني لكن اللعبات تانية ايه كرار؟ في الحاجات تانية بت ببقى هيا دي بقى مش لعبتي ومش فاهم فيها ايه فالكرة ببقى فيه لسه العصبية لو كنتش نايب كرة كنت بقيت ايه؟ والله انا ممكن ايبقى مهندس مثلاً مهندس؟ اه اوكي كنت شاطر في الرياضة فكان ممكن اطلع مهندس ميسي ولا رونالدو؟ بدايق جداً من المقارنات دي بقى ميسي او رونالدو مش بتقارن قصدي انت بتحب مين اكتر؟ لا بحب الاثنين الاثنين كل واحد اسلوب لعب مختلف عن التانية تماماً كريستيانو رونالدو جسمه جامده وعضلاته وعنده كل موايزات العيب الكرة وعنده كل موايزات اللعيب المحترف المزبوط متفاني في شغله بيشتغل كتير على نفسه كل حاجة جومبينج عالي بلعب الهد بيشوت قوي عنده دريبل برضو وسريع كل عنده كل حاجة وميسي نفس يعني اكتر واحد اعظم واحد عنده دريبلر يعني هو اللعيب دريبل بيمشي بالكرة كتير يعني صح وكمان عشان جسمه شغير فده مساعده في الحاجات اللي هي كل حاجة الترناد بقى وتحرك بسرعة والحاجات دي كلها فالمقارنة بالنسبة لي ظلمة يعني كل واحد في حتة كويس والاتنين احسن لعيبة في العالم دخدها ستة ودخدها خمسة البالوندور فما حبش المقارنة الاتنين عظام يعني لو طلبت منك تقول كلمة للسليم هتقوله ايه لا انا امنيتي يا ربنا يحقق لي في أولادين انا اشوفهم بيعملوا حاجة اللي بيحبوها وينجحوا فيها ويوصلوا أبعد حاجة يعني فسليم طبعا نفسي هو بيلعب كرة وبحابب الكرة فنفسي بلعب كبير ويحقق طموحاته ويوصل لأعلى مستوى يعني أعلى level في الكرة ومحمود ومحمود نفس الكلام الاتنين عندهم passion للكرة ومركزين فيها وشانا اشغال معهم ويتمرنوا فأتمنى ان اشوف اشوفهم بيحققوا أحلامهم دي زي الولاد اللي موجودين دلوقتي فربنا معهم ويكرمهم دايما بيقولهم المشوار مش سهل الكرة ها حاجة طبعا لعبة حلوة وكل حاجة لكن المشوار عمره مكان سهل هتلاقي فيه صعوبات جد كتيرة قدامك واللي عنده عقلية قوية هو اللي بيستمر اللي بيشتغل على نفسه كتير اللي ملتزم اللي عايش للكرة بس هو ده اللي بيكمل والباقي بيع اخر حاجة لو انت واقف قدامك حسام غريه هو عنده 13 سنة هتقول له ايه السؤال صعب جد بحبة باعرف هتنسحه بايه هتقوله ايه ايه الحاجة اللي هتقوله له اقولك حاجة غريبة ان انا انا محدش وجهني وانا زغير weighar ان خدت مشواري كله الواحدي طبعاً فيه ناس أثرت علاية بالسباب الكلام وتدريب بجملة بسمعها حتى لو مش واحد ليه علاقة بالكرة بسمعها وبخزنها وبعمل بيها ف가는 حسام غيلي اللي عنده 14 سنة هام humble حلمت الأبعط حاجة في الدنيا والحمد لله حققت حاجات كتيرة من اللي حلمت بيها يعني لعبت للأهلي وخدت بطولات، لعبت منطقة مصر واحترفت فبهن الطفل حسام غالي ده اللي هو شقي طريقه لوحده ووصل للمرحلة اللي هو وصل لها دي ب زي ما بقولك إنه هو يعني تثبت لوحده ما كانش فيه حد يعني في ظاهري قاوية والموضوع كان مختلف عن الأيام اللي زي دي دلوقتي مثلا أولادي بقى أنا في ظاهرهم والمدربين بتوجيهم؟ يعني لما محتاج لايف كوتش بجيب له لايف كوتش يعوض الحتة اللي هي ممكن تبقى نعصى عنده لما محتاج تدريب فتنس بجيب له حد مدرب فتنس يعوض له الحتة دي لكن أنا كنت بطولي أنا اللي بفكر وأنا اللي بروح وأنا اللي بعمل فطبعا تحية للشاب الصغير اللي هو الطفل الصغير اللي هوصل للمرحلة دي لوحد ولوعدين بعد طبعا متوفير من ربنا سبحانه وتعالى طبعا مبساطة تعيب لينتي الفيديوه وهسي بالبقى تكمل الموتشاط لا أنا مبساطة جداً أنا كاي سيئلة كانت جميلة يا شكرا شكراً يا لين بشي جداً مبساطة جداً